دعوني أخذ كمان نقطة يعني كنتش بفكر الكل بس فعلا يعني هاي النقاط فتحت أشياء كتير بقول الأخ محمد الغيرة التي تتولد لدى بعض المؤمنين من رعاية الله للعابر وأسرته فإذا فتح الله على العابر ودرس كلمة الله بشكل أكاديمي يعني راح للجامعة فلا يجد تشجيع من إخوة المؤمنين بقيامهم باستخدام ما تحصل عليه من علم لاهوتي يفيد به باقي الإخوة أو أن يجعلوه يشارك ما تعلمه في الخدمة لا بل يتجاهلون ذلك ولا يتم فسح أي مجال ليقوم العابر بالخدمة فيه أخويا محمد مش عارف هو بالروح الأدوس عم بيعرف يعني الأمور اللي احنا عايزنا نتكلم فيها النهاردة فعلا فيه بوابة تنسد بوابة تنسد كتير قدام الأشخاص اللي بيخدموا أنا شخصيا سمعتها بوداني بيخدم لا هو النهاردة هو هيوعزنا واحد كان مسلم هيوعزنا واحد كان مسلم طب هو كان مسلم هو النهاردة احنا نقعد هيعمل لنا تلمزة واحد كان مسلم النهاردة اذا كان التأمل على واحد مسلم مش هنيجي على الكنيسة مع أنه اليوم والحق يقال يعني فيه ربحة في الكنيسة علامة يعني عدة أشخاص مثل حضرتك مثل الأخ أندرو طبعا الأخ رشيد يعني معروف في كل العالم العربي وفي كل الأوصال سبب مبارك أخو يعني شوف يعني التأثير اللي عم الله بيستخدم الأخ رشيد بهذا الموضوع وآخرون كثيرون مش عاوز بس يعني لكثرة الأسماء عم بيستخدمهم يكسروا حواجز كثيرة في هذا الموضوع لكن هاي أمثلة فعلا من أشخاص متضلعين اللي عم بوصلوا الحق للجميع للمسيح قبل المسلم والرب عم بغير آلاف من الناس من خلال خدماتهم شكرا